اشتركوا في القناة في الصورتين حد هل حدث الانزلاق رأسيا ام افقيا عند حدوث الفالق او تصدع الصخور ينتج عنه حدوث زلزال حيث ان الفالق يؤدي لانطلاق طاقة الزلزال في صورة موجات اهتزازية تنتشر خلال صخور القشرة الارضية وهذه الموجات تشبه الموجات الناتجة عن القاء الحجر في الماء الفالق هو كسر في القشرة الارضية يؤدي الانزلاق الصخور في اتجاه رأسي او اتجاه افقي على جانبي الكسر ثورات البراكين بسبب حركة المواد المنصهرة والغازات المحبوسة تؤدي لاهتزاز الارض وتسبب الزلازل ولكن ليس كل نشاط بركاني بالضرورة يصاحبه زلزال ترجمة نانسي قنقر